سلسلة متواصلة من الأزمات يعيشها العراق ففضلاً عن المعاناة المزمنة التي يحياها العراقيون ثمت أزمات موسمية تتجدد كل فترة ففي الشتاء هناك البرد والأمطار التي اقتحمت البيوت والمدارس والمخيمات وفي الصيف ثمت أزمة أخرى تتربص بالعراقيين كل عام وتنتظرهم مع أول ارتفاع لدرجات الحرارة موقع وورون ذو روكس الأمريكي أكد أن الصيف القادم في العراق سيكون اختباراً قاسياً لأداء الحكومة كاشفاً عن أزمة مقبلة تلوح في الأفق لربما ستعصف بالأحداث وكلها تدور حول البنية التحتية والخدمات المنهارة فيما ستتسبب درجات الحرارة بارتفاع هائل بالطلب على الكهرباء حيث تبلغ ضروة الحاجة خلال هذا الموسم لتصل نحو 23 جيجا واط فيما تعمل الشبكة العراقية بمتوسط نحو 12 جيجا واط من الطاقة فقط وأشار الموقع إلى أن الحكومة تجلس على برميل بارود وعليها أن تظهر تقدماً جدياً وإلا فإن غياب الخدمات من كهرباء وماء ووظائف سيطيح بالحكومة بشكل سريع لا تتوقعه أحزاب السلطة وفي ذات السياق تحدثت صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكي عن فساد في وزارة الكهرباء بالعراق وبعض رجال الأعمال قد تهدد عقد شركة جنرال الكترك الأمريكي الخاص بتطوير الكهرباء هناك بينما كشفت وكات بلومبرغ الأمريكي عما سمته أزمة الكهرباء الأزلية في العراق مبينة أن هذا البلد الذي أصبح رابع أكبر منتج للخام النفطي في العالم يعجز عن إنارة مدنه ويفشل في توفير خدمات أساسية لمواطنيه ويجد صعوبة في جذب استثمارات أجنبية لخلق فرص عمل جديدة ومحفزات لشركات المحلية فصل الشتاء يشك أن يرحل مثقلاً بأزمات ومعاناة عاشها العراقيون وفصل الصيف قادم مع صبر يكاد ينفذ لدى العراقيين من فشل حكومي وعجز عن إيجاد حلول ناجعة وسريعة لتحسين الخدمات وتحديداً فيما يخص قطاع الكهرباء التي صرفت عليها المليارات دون أن يطرأ تحسن ولو طفيف في هذا الملف الحيوي اشتركوا في القناة